تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على الألف الذي بقي معي وقد دخلت عليه السنة الثالثة وهل أذكر سنة واحدة هي الحالية أو حتى عن السنتين الماضيتين أريد توضيحا على هذا السؤال مغصلا أدامكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد فإن النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بأن يخرج منها ربع العشر أي خمسة وعشرين في الألف عن كل سنة مرت عليها ولم يزكيها فيزكيها للعام الأول ثم يزكيها للعام الذي بعده بعد أن يخصم منها زكاة العام الأول ثم يزكيها للعام الثالث بعد أن يخصم منها الزكاة التي أخرجها عن العامين الماضيين ولا بد من هذا لأن الزكاة تبقى دينا في ذمته إلى أن يخرجها ولو طالت المدة فلا بد من إخراجها عما مضى وإذا كان لم يبقى عنده في النهاية إلا ألف كما في ظاهر السؤال فإنه يزكي هذا الألف عن العام الذي يمر عليه وهو في ملكه نعم شكرا